الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله رمزا عالميا للخير والعطاء الإنساني إنسانيته غرست الأمل للملايين من سكان العالم ومؤسست زايد للأعمال الخيرية والإنسانية نموذجا على ذلك وقدمت مساعدتها لأكثر من 166 دولة حول العالم بأكثر من مليارية درهم تركزت في قطاعات متنوعة مثل الصحة والتعليم ورعاية الأيتام ومراكز الثقافة وغيرها وفي موسم الحج توفد المؤسسة على نفقتها ألف حاج من داخل الإمارات وخارجها ندعي له والدنا المرحوم ربنا يغفر له إن شاء الله ويرحمه ويغمده الجنة إن شاء الله الشيخ زايد بن سلطان الانهيان والحنى على بعثته ريش الدولة والشيوخ ما لقدر له شي جماعي لهم يعني الله يخلي محمد بن زايد ومحمد بن راشد وغيرهم وغيرهم يتابعون الحجاد من أول لآخرته الله يرحمه الشيخ زايد ما قصر خضر الدنيا من أول لآخرها وصيت زايد في برنامج زايد للحجاج اللي يستفيد من خلالها 600 مواطن إماراتي من داخل الدولة و400 حاج من خارج الدولة يتم اختيارهم عن طريق السفارات في مختلف دول العالم وصل إجمالي عدد الحجاج حتى هذا العام بما يقارب 10 ألاف حاج إماراتي من داخل الدولة و6 ألاف حاج من خارج الدولة الستمائة اللي داخل الدولة إلنا الشروط اللي ناخذها من مواطنين دولة من ذوي الدخل المحدود عمره فوق الأربعين سنة ولم يصبغ لها الحج من قبل السنة هاي عندنا حجاج الأربعمية من أمي واثنين دولة وكان بتعاوننا مع 78 سفارة إلنا في الخارج